يتيح لك اوتلوك تضمين كائن جديد فارغ من اي نوع بفتح قائمة ادراج واختيار الامر كائن وفي مربح حوار ادراج كائن تختار زر جديد وتحدد نوع الكائن الذي تريد انشاءه وتضمينه داخل الشريحة وبعد اختيار النوع قم بنقر زر موافق ليقوم اوتلوك بانشاء الكائن وتضمينه داخل العنصر وعرضه عليك من خلال التطبيق الخاص به بحيث تستطيع تعديله هنا مثلا يفتح لنا تلك الصورة النقطية من خلال برنامج paintbrush وبعدما تنتهي من العمل مع هذا الكائن الجديد قم بالنقر خارجه ليعود اوتلوك للواجهة ويظهر الكائن في حجمه الاصلي